في الأثناء طم أنا قاد عمليا صلاح الدين اللواء ركن عبد المحسن حاتم موسى أبناء المحافظة بالسيطرة على الأوضاع ضمن قاطع المسؤولية مؤكدا أن داعش لن يعود أبدا خصوصا مع حالة التعاون الحاصلة بين المواطنين والقوات الأمنية الذي انعكس إيجابا على الوضع المجتمعي مواطنين في محافظة صلاح الدين يطمئنون الوضع الأمن جيد جدا فلول داعش الارهابي انتهت إن شاء الله وقياة عمليا صلاح الدين وكل القطعات اللي بيأمرتها واجباتنا اليومية واضافة واجباتنا الأسبوعية اللي نقوم بها نحن حقيقة قضينا على مضافات للعدو في العمليات اللي يخذناها عمليات إرادة النصر من الأولى لحد الثامنة اللي انتهت قبل أسبوع تقريبا قضينا على هواء عناصر داعش اللي كانوا مختبئين في جحورهم في مناطق الجزيرة ولا مناطق المناطق الجبلية فانطمن مواطنيننا في محافظة صلاح الدين أنه الأمن مستتب في محافظة صلاح الدين بكل أقضيتها ونوحيه وقرأها إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر